بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الإنسان والحيوان طبعا البرنامج بتاعنا برنامج بطري 100% برنامج بنبرس فيه أهمية دور الطب البطري دور الطبيب البطري كخط دفاع ضد الأمراض سواء كانت أمراض مشتركة أو غير مشتركة البرنامج بتاعنا بيوضح مدى العلاقة الوطيدة بين الإنسان والحيوان إيه هي العلاقة كيف نقي أنفسنا من الأمراض الذين تقل عن طريق الحيوان معنا النهاردة ومشرفنا علم من أعلام الطب البطري الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البطري ودي صفة طبعا تنفيذية كبيرة هنا في مصر وكمان نقيب الأطباء البيطريين بأسوان ودي صفة نقابية مرحب بيك يا دكتور أحمد معنا أهلا بحضرتكم وحافظ الله مصر في دي لازم الجملة دي بكل دقات تاني أهلا بحضرتك طبعا حافظ الله مصر وحافظ شعب مصر احنا طبعا موضوعنا وموضوع الساعة اليومين دول واللي الناس يعني حابة تسمع فيه أكتر وحابة تعلم فيه أكتر هو موضوع مرض الكورونا وعلاقته بالطب البطري مرض الكورونا وازاي نقل أنفسنا مرض الكورونا وإيه المخاوف يمكن الموضوع طبعا فيروس الكورونا منشأ حيواني يمكن أكتر حد يتكلم فيه وأكتر حد يعلم فيه هو الطبيب البطري وعشان كده معنا نهار دكتور أحمد عبد الكريم أول حاجة بنحب نتكلم فيها عشان خاطر أن احنا بننشو الإيجابيات ونحب نطمن عاوزين نعرف إيه الإجراءات طبعا احنا عارفين فيه إجراءات واخدها الحجر البطري كده كده يعني احترازية على طول سواء قبل الكورونا لكن احنا عاوزين نعرف إيه هي الإجراءات اللي بعد مرض الكورونا إيه الإجراءات اللي اتخذت على مستوى المحاجر البيطرية كلها احنا طبعا عارفين طبعا نهيه خط الدفاع الأول فيه المواني والمطارات يمكن مسكين خط الدفاع الأول الفعلي للبلد كلها فعاوزين نعرف من حضرتك الإجراءات اللي اتخذت بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إجراءات الحجر البطري مبارعا منظومة منظومة على مدار السنين للحفاظ على صحة الحيوان وعلى الحيوان المحلي دي عندنا ده هدفنا الأساس إحنا كحجر البطري لكن زي حيكم تقول كورونا دي كشيء مستجد أول ما أعلن عنه أو ما أبتدى الكلام فيه إن فيه حالة زارت في الصين لمرض مستجد اسم الكورونا ما استنناش كحجر البطري كوزارة الزراعة وده طبعا بقت منظومة على مستوى الدولة كلها شاركت فيها بس إحنا كمنزبالنا كوزارة الزراعة كحجر البطري ابتدينا دينا تعليمات لجميع المنافذ بتاعتنا الموجودة في الموانئة أكثر من ربعين منفذ عندنا إحنا سواء موانئة برية أو بحرية أو جوية أو موانئة جافة إن أي شيء ييجي من الخارج لازم يتعرض تاخد منه مساحات وتعرض للفحص الكورونا وتم التنسيق طبعا في زي الوزارة الزراعة مع موانئة بقصة حيوان لتوفير مشخصات لهذا المرض المستجد وبفعل تم تنفيذه على جميع الحيوانات القادمة على جميع المنتجات الغذائية أو اللي بيسموها المعدات أو الحاجات اللي ممكن تستخدها في طب البطري تاخد منه مساحات وتعرض للفحص الكورونا والحمد لله لغاية النهاردة جميع الفحصات بتاعتنا مدية سلبية لغاية دلوقتي وما انتظرناش إن نعرف هل هو ينتقل من إنسان الحيوان أو العكس أو هل هذه المعدات ملوسة بالكورونا عن طريق الأفراد عملت معها في الخارج ولا لأ وإنما كان كإجراء احترازي مننا إن احنا أخضعنا جميع المنتجات وجميع الوردات للفحص ضد الكورونا هو ده يوضح لنا حدا مهمة جدا الناس كلها بتسأل فيها والناس كلها بتستفسر عنها إن احنا دلوقتي طبعا في الزل الزوف الحالية بتاعت الكورونا منعنا تقريبا الطيران وقف بالنسبة للأشخاص على مستوى مصر وعلى مستوى العالم تقريبا لكن الناس كانت بتتساءل حوالين البضائع والتجارة الخارجية يمكن احنا بنستود مواد غزائية وأعلاف ومواد خام وحاجات كتير جدا فالناس كانت بتتساءل هل الحاجات دي شغال عادي هل الكيود اللي عليها زادت هل في بعض الأصناف اتمنعت ولا حالة تجارة الخارجية ودخول السفن والطيران شغال عادي هو حضرتك طبعا فيه إجراءات تقوم بها وزارة الصحة في التعامل مع البشر احنا بالنسبة إجراءاتنا كحجر بطري الأمور الاستراد والتصدير قائم عادي عن طريق رحلات الطيران اللي هي الشحن الجوي أو الشحن عن طريق المواني لكن جميع المنتجات اللي بترد إلينا يتم إخضاعها للفحص الكورونا يعني حداك مش منتظرين نقول إن الحيوان مرض مشترك بالإنسان والحيوان ده مرض مستجد محدش يعرف مستنين نقول المعدة دي هل تعامل معها من البشر في الخارج قام بتلوسها ولا لا مستنين نقول إن السلعة دي تلوست من كورونا لا جميع المنتجات القادمة اللي تغضع للإشراف البطري لازم تفحص وتاخد منها مساحات لتأكد من خلوها من فيروس الكورونا طب هل معنى كده دكتور إن الحالات التجارة بالنسبة لبعض الأساسي عندنا الحيوانات الحية الحيوانات الحية القادمة من سي من أستراليا الحيوانات الحية القادمة من السودان الحركة بتاعتهم والاستراد ماشي زي ما هو ولا حديدا فيه وقف ولا لا هو حديدا الجميع الوقف عندنا مفيش وقف لك عندنا فيه كان تنظيم للإستراد وده مش هتجابها ريس كورونا نحن بقلنا الوقت أكتر من عامين إن نحن الإستراد بيتم تنظيمه علشان خاطر المحافظة على يعني الإنتاج الحيواني بتاعنا ومش محافظة على إنتاج الحيواني وإنما تنظيم الإستراد عدم إغراق للإساس عدم الإغراق فإحنا عندنا منظمين عن طريق اللي جاني طبعا مشكلها معاريس واجلس الوزراء لتدرس طلبات الإستراد قبل سماح بالإستراد لكن بالنسبة للحركة والإنسابية مفيش أي عقق بالنسبة لها غير دلوقتي البواخر بتيجي تقدم عند العديد المواني المصرية أو عن طريق المناطق الحدودية البرية بتوصل الحيوانات وجمعها بيغضع للفحص الكورونا بدون أي تأخير أو أي مانع أو أي حظر لهذه الواردات سواء كانت غزائية أو معدات أو حيوانات قادمة أو طيور نسأل على السؤال ده تملي لأن الفترة اللي جاءة دي طبعا دخول رمضان فكنا تملي نسمع عن وزارة الزراعة والهيئة العامة الخطوية بالطريقة إن في حالات زيادة في عملية الاستراد بتاعت الحيوانات الحية واللحوم لتوفيرها خلال شهر رمضان فعندما دي يتهالي إحنا ما سمعناش خالص عام موضوع إن في حيوانات قادمة بالزيادة العالية فحضرك برضو ترضى توضح لهم نقطة دي هل فيه أو شوف حضرتك إحنا عندنا العياد بتاعتنا ورمضان كلها عياد طبعا معروفة وترتبط بنوعية الأكل والشرب يعني عيد رمضان زيد فيه استلاك اللحوم هي والعيد الكبير بيت العياد تانية فيه حلويات فيه إحنا عندنا شعب المصري ترتبط عياده بالأكل لكن إحنا لو بصينا المعدلات السنة دي بالنسبة للإستراد عن معدلات نفس الشهون من سنة اللي فات قبل أكتوم رمضان حاجة معدلات الطبيعية المنتظمة وما فيش أي خوف من موجود عجز فيه المعروضات من السلع ذات الأسلحة حيواني في الأسواق كلها يعني طم من الناس إن المعدلات للسراد متحافظ عليها ده عايز أقول حدك على حاجة إحنا عندنا الوقت على الرغم إن إحنا عندنا فيه فجوة استهلاكية ما بين الانتاج المحلي وما بين الاستهلاك بتاعنا اللي بنعوض على طريق استراد من خارج مش أعزول حدك بقية بالنسبة للدواجن قربنا نوصل لإكتفاء الزيت إن كناش وصلنا له فعلا يعني يعني إحنا لو بصينا معدل استراد سنة فاتم الدواجن اللي من حوالي 50 ألف طن يعني خانقات تقريبا 50 مليون طائر إحنا انتاجنا المحلي وصل لمليار و 200 أو 300 مليون ما بين مزارع نظامية أو مزارع منزلية أو تربية منزلية أو مزارع صغيرة فعندنا حدك الاستراد لا يذكر بالنسبة لنوحية الدواجن بالنسبة للحياة الحياة برضو لو بصينا حاليا إن الفجوة يعني تقريبا في قفزات واسعة في مصر هنا لتقطية الفجوة الاستهلاكية في اللحوم الحمراء أيضا وطبعا والأسماك عارفين إحنا عندنا فتحين حتى تصديل الاتحاد أوروبي يعني أسماك فالحمد لله عندنا سياسة وزارة الزراع وزارة الدولة لتوفير أو لتضييق الفجوات ما بين الاستراد ما بين انتاج المحلي ماشي بخطة منتظمة وابتدت تظهر أصارها هذه الأيام يعني حاسين بين الوقت فيش حتى الأسعار إحنا عندنا المؤشر الرئيسي بتاعنا الأسعار هنجد أسعار منتظمة والأسعار سابتة ما بين السنة دي و بين السنة اللي فاتت ما فيش أي قفضات ومش أي زيادات على الرغم إن فيه يعني حجم الاستراد قال كتير عن السنة اللي فاتت لكن الأسعار هي هي فمعنا كده إن فيه إنتاج محلي مغطي الفجوة دي إحنا بنتمنى إن شاء الله نوصل للإكتفاء الزاتي في اللحوم والدواجن والأسماك وإن الصدر زي محارك بتقوله كده ننتقل برضو النقطة تانية نقطة الكورونا ويعني الخوف والتخوف منها وهل هي بتتنقل من الحيوان الإنسان والموضوع طبعا اللي عرفنا عن طريق وسائل الإعلام إن هو الكورونا طبعا اللي اكتشفوا إن هو المصدر بتاعه حيواني وجاي يقرل من خافيش أو جاي من تعبين الكبرى أو أكل النمل وعن طريق الأسواق سواء اختلاط أو سواء أكله عن طريق الأكل فده كله بشدنا إن إحنا لازم نتكلم على إيه علاقة الإنسان أو علاقة الكورونا بالحيوان وبعده زهوه كمان في الإكلاب وهل فيه تخوف من من هو بيتنقل من الحيوان للإنسان فالنقطة دي عاوزين بوضو إيه نغطي شك منها شوية شوف حددك لوقت الكورونا دي تعني عائلة فيروسات الكورونا عائلة كبيرة يعني فيروس كورونا ده تنقسم تحته تقريبا الأربع عائلات كل عائلة فيها متخصصة فيها بعض الفيروسات فيروس كورونا بتميز إن الحمض النووي بتاعه بيبقى R&A يعني أحادي أحادي شريط شريط الوراسي بتاعه شريط أحادي ومتغطي بالفوسفوليبلز اللي هي الغطاء الشيد بتاعه الخارجي من برا فيه مجموعة كبيرة من الأمراض تتطبطت بالR&A أو فيروس أو مجموعة بروسات الكورونا زي السارس مثلا زي الإبيولا زي الأنفلونزا وحاليا دلوقتي اللي هي الكورونا المستجد وطبعا هي كلمة كورفيد اللي هي 19 19 دي عشان ظهر سنة 2019 مش أكتر من كده يعني علاقة اسمه مالهوش علاقة إلا ظهر في 2019 ده فيروس مستجد محدش يقدر يجزم بأي حاجة في الوقت الحالي لغاية دلوقتي اللي ما زالت الأبحاث مستمر عليه ما زالوا علماء شغالين عليه وعلى مستوى العالم كله يعني ومنظمات الصحة العالمية الأمم المتحدة عندنا هنا على المستوى المحلي ترصدت له مبالغ هائلة إنسان الحالي نقول لأ كله نحن برضو حاليا لغاية دلوقتي في مرحلة تعتبر ملحرة بداية لفيروس جديد مستجد علينا لكن احنا بناخد إجراءاتنا الاحترازية مش هنستنى لغاية لما نعرف إيه هو لا احنا بنعمل إجراءاتنا الاحترازية عشان خاطر ربنا يحمي البلد ويحمي شعبنا مصر هي النقطة دي برضو يعني عشان خاطر برضو ايه ندي توضيح أكتر فيها حرق طبعا قلت إن المعلومات أو لسه الفيروس مجهول بالنسبة لنا شوية فده يدعي إن احنا ناخد احتياطات وخبر الحضر في تعاملنا مع الحيوان يعني من فترة قالوا إنه ظهر في الكلاف في الصين وبعد كده آخر حاجة كان ظهر في النمر اللي هو نادية في أمريكا فده أنا برضو عاوز يعني إيه رقم واحد إن أنا أطام الناس وخبر الحضر إنه هو لسه زي ما حالك بتقول تحت التراب فالناس والقطط والكلاب هل يخليها في البيت أو طبعا يسيبها فده شيء طبعا أقدر أوجه رسالة حضرك تكون متفق معاه ولا أه إن اللي بيقتني حيوان في البيت عنده سواء كان قطة أو سواء كان كلب ده هو حكم عليه إنه هو يبقى فرض من الأسرة فده هو بيتخذ عليه الإجراءات العادية خالص اللي إحنا بناخدها هو كفارض من الأسرة ما بيخرجوش بيعمل هجين بتاعه عادية خالص كأمن حيوي واخر بالحضرتك فهو بالتالي ولا هينقل المرض يعني المرض دروقت ثبت إنه هو بيتنقل من الإنسان للحيوان يعني في بعض الكلاب أو الأطط وجود إنه هو فيهم الفيروس نتيجة انتقلهم من الإنسان لكن ما فيش ده حتى الآن وجود إنه هو الفيروس بيتنقل من حيوان اللي هي الحيوانات الأليفة بالذات اللي احنا بنركز عليها للإنسان ودي حاجة كويسة فاللي احنا نقوله إن اللي عنده حيوان في البيت يحافز عليه يحافز على هيجين بتاعه كفارض من أفراض الأسرة مش هيجيله ومش هيضروه موضوع إنه نمشي الكلاب في الشارع وإنه نرمي القطط والكلام ده ده كده انت بتزود المشكلة انت بتاخد الاحتياطات بتاعتك الكاملة لأن برضو حضرتك عاوزي تكلمنا إن المرض كان من أنواعك وانا حضرتك كلمت عليها كان زهر قبل كده في الجمال وزهر قبل كده في القطط في الصين فالإجراءات اللي لحضرتك برضو اتبعتها فترتها وهل المرض ده كان خاص بالجمال بس شوف حضرتك بالنسبة للكورونا بتاعت الجمال اللي بيسمها الميرس كورونا أو متلازمة الشرق الأوسط دي أول ما ظهر الزهر في الصعودية وبعد كده اتتبطت باقتناء الأفراد هناك أو زور أعناد المرضية عليهم باقتناءهم ده الجمال لكن الكورونا الميرس كورونا بتختلف تماما هي من نفس العائلة لكن تختلف كمرض عن الكورفيد 19 الكورفيد 19 بتاعنا اللي هو زهل ومندمرت ودمرت تاني زي زي سارس زي مجموعة من أمراض لكن كلها تتميم في الأخي العائلة واحدة حضرتك بالنسبة للاقتناء القطة والكلاب برضو أنا بأيت حضرتك إن الكلب أو القطة الموجودين في المنزل ده يعتبر من أفراد اللي اتخذ الاحتراطات على الأشخاص لازم تاخذ الاحتراطات برضو على الحيوانات اللي لو فيه عزل شخصي أو فيه الواحد حس بأعراض وعزل نفسه في المنزل المفروض يعزل نفسه برضو زي بيعزل نفسه عن ولاده عن أهل ويعزل نفسه عن الحيوانات البقطانية مش شرط إن المرض للحيوان ممكن يلوس الحيوان بإفرازات والحيوان يطلع اختلت معرفية لعائلة برة فممكن ننقل لهم الفيروس عن طريق الإفرازات اللي جات له من إنسان مصاب في البيت فالاحتراطات الواجبة سواء كان بينتقل أو لسه ما بانيتش بينتقل إزاي أو طرق انتقله إزاي قبل وما ننتظرش لسه نثبت أو نعرف إيه إيه أصل المعلوم كله ياخد احتياطه العزل المنزلي بعزل منزلي على أساس سليم لا حيوان ولا إنسان ولا حد بأفراد الأسرة اللي لاي نفسه على نفسه أعراض يتفضل يقعد في البيت وعاكياه في حاجة مهمة أوي نعرف عن الفيروس دوت يعني كان واحد قال تعبير يعني كويس إن الفيروس دوت يعني مؤدب يعني إيه مؤدب يعني هو عمره ما هيخش عندك البيت إلا زان طلعت من البيت وجبته ودخلته البيت فمعنى كده إن احنا محدش ينزم البيت عنده إلا للضرورة القصوى لفترة معينة الفيروس دوت لو ملقاش كائن حي أو ملقاش النسيج المناسب اللي هيخش فيه هتنقطع السلسلة بتاعته لإنه أصلا ما بقدرش يعيش برا النسيج الخاص به إلا الفترات الزمنية ساعات قليلة فإحنا التزامنا وجودنا في البيت عدم خروجنا من المنزل إلا للضرورة القصوى وإذا حصل للضرورة القصوى وخرجنا المنزل لما نرجع لازم الاحتياطات لازم المياه والصابون أهم مطاهر أهم من أي حاجة تانية أهم من الكرور أهم من الكحول الصابون والمياه هي أحسن مطاهر للإنسان يغسل إيده يغسل وشه رجليه مش عايز أقولك كان ممكن يحط السشوار جنب باب البيت عساس الحرارة السخنة دي يمشيها على الحزاء يمشيها على البنطلون وطبعا هو بيستحملش الحرارة العالية يقدر يتخلص منه بسهولة تأخذ إجراءات الأمان الحاوي كاملة سواء للإنسان أو للحاوان اللي أنت مقتنين في المنزل دكتور أحمد إحنا طبعا عارفين إن الطب البطري خط الدفاع الأول ضد الأمهاض يمكن شفنا حاجات كتير جدا الجنود البيتريين كانوا في الخط الدفاع الأول شفنا ألفلونزا الخنازية وألفلونزا طيو شفنا الحمى الكلائية شفنا أمراض مشتركة كتير جدا وмиمكن إحنا بنقسمها و هيبقى لنا موضوعات فيها كتير جدا في الحياة الجاية لأنها طبعا أمراض مشتركة فيها فيروسية اللي إحنا بنكالب فيها النهاردة فيها تفايلية فيها بكتيرية يعني أمراض كتير جدا فلازمن طبعا الطب البطري هو رقم واحد في الدفاع ويمكن دلوقتي يا حضراتي نقدر أن نقول أن منظمة صحة العالمية كانت الصحة خاصة بالأطباء البشريين بس آخر الشعار اتقال دلوقتي أو خدته من نظمة صحة العالمية ومن نظمة الفاة والمواصل العالمية اللي هي وان هيلس صحة واحدة حطت فيها طبعا رقم واحد الطب البطري والطب البشري والبيئة وبقى المسلس ده بيعمل يد واحدة فحضراتي قدر تكلمنا بس عن النقطة دي ونقطة الوان هيلس شوف حضراتك الأمراض المشتركة للإنسان والحيوان يعني هو المرض الكورونا المستحدث عشان خاطر هو مستحدث عشان خاطر جديد خطورته تكمن في كده إنه مفيش أجسام منعية في الأجسام سواء الإنسان أو الحيوان ضده عشان يقدر يقومه عشان كده سرعة تنتشاره لكن عندنا في أمراض مشتركة كتير قوي خطيرة جدا ما بين الإنسان والحيوان وده كان دور الطبيب البطري مش عايز أقول لحضرتك يعني هو الأساس دور البطري عندك مثلا يعني مرض كتير قوي كلنا عارفينه السل يعني مرض السل ده مرض مشتركة من الإنسان والحيوان وما قدرش نكتشفه في الحيوان اللي عن طريق فحص اللحوم أو فحص الحاجة في المجازر واخد بها عندنا الدين الشرطية كنا نسمع عنها دي مثلا ده مرض بكتيري ده مرض طفايلي وقد بقى الحياة فيه أمراض فيروسية كتير قوي مشترك بالإنسان والحيوان أكتر من ألف مرض مشترك وكلهم أكتر من بعضيهم الكورونا خطرته جاي عشان هو مرض مستجد عشان خاطر لسه مفيش أجسام مناعية في جسمنا ضده عشان كده سرعة انتشاره وعشان كده الأهم حاجة عندنا اللي برضو لازم نضغط عليها اللي هي احنا قلنا عدم الخروج من المنزل زائد المناعة الطبيعية اكتساب المناعة الطبيعية وطبعا هناخدش في شقة تاني اللي هو شقة طبعا اهتمي به اللي هو الطبيب البشري أكتبس احنا لازم نوه ليه عندنا المناعة الطبيعية ممكن نكتسبها بحاجات ربنا طبعا يعني مصري مليانة بالبطقان والسفندي واللمون والجوافة ودي كلها غنية فيتامين سي بجسم الانسان فدي حضرتك احنا لأ احنا عندنا امراض مش تاركة كتير قوي وإحنا اجراءاتنا كحجر بطري ان احنا نمنع دخول امراض من الخارج لمصر زائد ازا كنا منجيب حيوانات من الخارج لمصر ان احنا نحافظ على الحيوانات ديت عشان برضو لو عندنا امراض محلية ما تجيش للحيوان دي وطبعا التوعية دي مهم اوي اوي كدور الهيئة العامة خمزة بطرية اللي هي الخمزة بطرية قابل بدور كبير اوي بتوجهات طبعا وزارة ابو علي وزير الزراعة اللي هو شاركت في عمل تطهير لألاف المصالح الحكومية على المصالح الجمهورية يعني عندنا الاجهزة وعندنا المطاهرات فدي استغلت خلال الفترة السابقة جميع الدولة كلها شاركت بجهود عشان خاطر موضوع الكورونا المستجد هو كده حضرتك احنا بنقول يعني نقطتهم مهمين جدا بنحبل نوعي بيهم اللي هي النقطة اللي حالك قلتها اللي هي عمليات التطهير والأمان الحيوي ودي طبعا الهيئة لعمل خدمة البطارية وزارة الزراعة تحت رئاسة معالي الوزير الزراعة قمتوا بيها اللي هي تطهير المنشآت الحكومية وتطهير يمكن شفت برضو الجيش طهر الشوارع وطهر برضو منشآت كتير جدا دي نقطة تاني نقطة حضرتك اللي امتنا فيها اللي هي نقطة التغذية او اللي هي اختيار التغذية الصحيحة يعني بنلعب معنا صح على المناعة ان احنا بنحاول ان احنا نرفع مناعة الانسان وخبر الحضرتك او مناعة اللي بيتعامل مع الفيروس بالذات الدكاترة البيطريين او الناس اللي هي بتنزل لان احنا رقم واحد شعارنا الزم بيتك الزم بيتك الزم بيتك بحيث ان انت ما تقدرش تقطع الحلقة بتاعة الفيروس وخبر الحضرتك فحضرتك دلوقتي خدتنا نقطة التطهير وازاي ان احنا اا نتبع كده يعني بالنسبة طبعا الهيئة عمل التطهير للمشيئات الحكومية اا داخل البيت وبالنسبة اللي كانت الصغيرة واللي عنده منزل واللي عنده فيلا واللي عنده اا حالك تقدر تقول لنا الف به بالنسبة له ان هو يطهر كويس وان هو يحاول وطبعا مش هيوخك بس للضورة طبعا عشان خطر يجيب الاكل بتاعه وعشان خطر يقضي مصلحة ضورية جدا فازاي ان هو يتبع الاجراءات السليمة ما هو زي بغى حضرتك اهم حاجة عندنا ان ما يخرجش من بيته الا الضرورة قصوى وازا حصل هو خرج اول ما يخرجش البيت لازم يكون عامل حسابه ان على اقل يطهر اللبس او يكون اللبس اللو خرج الخارج برا يعني يتحط جنب الباب ما يخشش بجوه ويخش على طول يخسل ايديه ويخسل وشه ويطهر يعني دي اهم حاجة لما يوصبون بنسبة للطهرة العامة عموما لكن المرض مش هيخشلك من شباك مش هيخشلك من تكييف الا اذا انت جبته معاك من برا كشخص سليم لان اصلا برضو الفيروس دوت ايه يعني زي بيقوله سميك في الحج ما يقدرش الطير مسفات طويلة وانما بيطلع على اسطح يعني جرى الانسان ما يخرج من جسم الانسان هو تدوله من متر لتاتا متر حسب سرعة الرياح وحسب حالة الجو ايه وبعد كيه يبتدي يسقط على الاسطح سواء اسطح زي مثلا سنسيرات زي ترابزين تاعة المنزل يكون في الشارع في الارض واخد بحي يجي عن طريق الاحزي يجي عن طريق فدي كلها لازم ناخد بالنا كويس قوي اذا دعتنا الضرورة ان احنا ننزل للشرع برا ان احنا اول ما نرجع البيت ناخد احتياطاتنا ولازم نطهر كويس قوي قبلنا نحطين اختارت مع افراد اسرتنا ايه شيء مهم جدا بعدين في حاجة مهمة او حداك لازم نعرف عن شغلنا احنا كحجر بطري احنا يعني كورونا مرض مستجد بس مش حاتنا كلها تبقى كورونا بس يعني عندنا دلوقتي برضو احنا في حركة الحيوانات وحركة الاستيراد مستمرة عشان خط تغطية الفجوة الاستهلاكية اللي بنا اللي موجودة في الخارج فلينا اجراءاتنا اللي بنتبعها سواء كان كورونا يعني همنا الاساسي اه لكن فيه طبعا بيجانبها امراض تانية كتير فحبنعمل اجراءاتنا في الخارج على حيات مستوردة عشان ما نجيش نجتمل من كورونا نجي نفاجأ بظهور امراض تانية امراض وبقية تانية موجودة في البلد واخت من الحاجات القديمة كانت موجودة عندنا اصلا فعلا وتيجي تنتشر فاحنا جاي ماشيين بخط متوازي ما بين الحفاظ على الحيونات عامة كدولة وعلى صحة الانسان نمرة واحد من من الامراض اللي كانت موجودة فعلا زائد المرض الكورونا المستجد دي كلها من او شغلنا اشتغل في العام قانون بالطراعية بالنسبة دكتور للمنافذ على مستوى الجمهورية كلها هل تقدر تقول لنا مثلا بالنسبة مصر طبعا حضرتك طبعا كما حجر بيطارية تقريبا منتشرين على مستوى الجمهورية كلها من اسكندرية لغاية اسوان فنقدر يعني نحب ناخد فكرة عامة كده عن المواقع اولية احنا فعلا الادارة مركزية الحجر البيطاري لها اربع ادارات عامة على مستوى الجمهورية اول ادارة الام اللي هي حجم التجارة الاكبر الشغال فيها عن طريق مواني البحر متوسط لها ادارة اسكندرية والسلوم دي فيها طبعا مواني البحرية اللي هو ميناء اسكندرية ميناء الدخيلة فيها منافس برية لمطقة السلوم الحدود بيننا وبين ليبيا فيها مطارات زي مطار النوزة يعني يجي بعد كده المنطقة التانية الادارة العامة التانية لمطقة شرق الدلتا وبورسعيد دي برضو مسحتها كبيرة قوي مسكة ميناء بورسعيد مسكة دومياط مسكة العاشر كمين جاف مسكة عندنا حدق السخنة مسكة السويس مسكة شمال وجنوب سيناء ومنافس اللي هي الرفح والعوجة مسكة مطقة كبيرة قوي برضو فيها مواني بحرية وفيها مواني معنا تليفون من الجيزة أحمد محمد من الجيزة تفضل سلام عليكم السلام 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 لو سمحت دلوقتي انا دلوقتي ازاي نحافظ على نفسنا من الكورونا وان في ناس زي العطارين وكده بعمدهم زحمة كتير جدا واحنا اللي بنتلوز ازاي نحافظ على نفسنا هي الوقاية عموما بالنسبة للناس اللي بتخرج وكده هيكلمنا برضو فيها تاني دكتور احمد بالنسبة ازاي تحافظ على نفسك لو خرجت من البيت ده المقصود من حضرتك تمام تمام ماشي هنكمل بس الموضوع المحاجر وهنرجع للسؤال ان شاء الله نجو خليك معاني شكرا حنيجي حديك لإدارة التالتة اللي هي إدارة الوجه الإبل بحر الأحمر دي مسكة صواح البحر الأحمر وحدود مصر الشرقية كلها وحديجي بعد كده المحاجر الجنوبية حدودنا مع السودان وفيها دي حديك تشتمل على مواني بحرية زي مينة سفاجة تشتمل على مواني برية زي المنافذ اللي هي أرقين وقسطل تيجي تشتمل على مواني جوية زي مينة عندنا مطار أسوال مطار لقسطل مطار أسيود مطار سوهاك فيها أمار سعلم فيها عندنا كمان يعني حاجة برضو فريدة قوي في المنطقة دي اللي هو المينة النهري اللي هو بتاع أسوال حلفة برضو فيها مينة نهري وآخر إدارة عامة عندنا اللي هي القاهرة والبساتين اللي هي فيها طبعا المطار القاهرة اللي هو الحركة النقل السواء كانت حركة أفراد وإذن كان معهم حاجات بصحب تراكب منتجات حيوانية أو حيوانات بصحب تراكب أو حركة جوية اللي عن طريق النقل الجوي بالنسبة للسؤال بتاع الأخ أحمد اللي سأله طبعا السيد أحمد أخيرك بتكلم على الخروج والزحمة اللي موجودة طبعا هو المفروض ما تخرجش إلا زاعة الضرورة لذلك داعة الضرورة لذلك تجنب الزحام خلي المسافة اللي بينك وبين أي زميل أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر للمسافة المسافة الأمينة اللي يكون متري بينك وبينه طبعا ديستحالة في أماكن الزحمة بعد كده تجنب إنت الزحام ما تروحش إنت زحمة وهي لو فترة بسيطة فعلا هتجنبنا وقعدنا فيها في البيت إلا ما خلقاش الضرورة القصوى دي فعلا زي ما قلنا الفيروس دوت برة جسم الإنسان مش حي يعني كائن غير حي وما يدرش عيش برة النسيج الخاص بي إلا لساعات قليلة بعد كده بيموت فلو ما لقاش العائل حيروح له حيبتدي يعني تنتهي الأزمة دي وإن شاء الله تنتهي على خير وربنا يسلم مصر هي الأساس فيها اللي هي نابعين عن الزحمة بتات معنا تليفون تاني من أسوان الأستاذ محمد من أسوان ودكتور أحمد طبعا نقيب أسوان فضل أيضًا أرسي محمد أهل ومعاك أرسي محمد السلام عليكم السلام أيerson أيو السلام أنا كل صعب على ذلك Therefore أفاني ї سلام السلام دكتور أحمد معاك محمد مرغني من أسوان أهل 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 سؤالك يا دكتور اهلا بيك يا محمد الله منور الشاشة يا دكتور احمد الله يخليك اهلا بيك اهلا بيك موضوع المنفس بتاع ارقين 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 دخول الجمال اللي هي واقف على المنفس دكتور والله حضرتك دي شغالين فيها مع السلطات السودانية وان شاء الله اول ما هنوصل فيها القرار هنديكم خبر عطولة محمد ان شاء الله نشاء الله نشكه الاسم محمد وبنقول تابع مع دكتور احمد وهناخد فاصل ان شاء الله ونرجع معكم تاني مع دكتورنا الجميل دكتور احمد عبد الكريم طبعا احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني اتكلمنا عن المحاجر وازاي ان هي خط الدفاع الاول بالنسبة للحيوانات الحية مع دكتورنا دكتور احمد عبد الكريم سواء كانت جمال سواء كانت ابكار سواء في موضوع الحيوانات الاليفة عن طريق المطارات عن طريق المينة فيه شك مهم جدا وده شك يمكن من ضمن الحاجة اللي بنركز عليه اللي هي شك استراد الحوم المجمدة ايه الاشتراطات ايه الموضوع بتاعها ايه الاجراءات اللي زيت نزيجة الكورونا بالنسبة للدول اللي احنا لها بنجيب منها أعوزين برض النقطة دي نتطمم بها عشان خاطر احنا داخلين على رمضان والناس كلها بنجيب الحوم نهتم شوية بالنقطة دي بتاعها نشوف حضرتك هو فعلا هو موضوع موضوع مهم جدا الناس يكون مطمئنة تماما الى عملية الاستراد الخاصة بيه اللي هي سواء اللحوم او دواجل او او مصنعات جاي من الخارج احنا عندنا احنا الهيئة العامة خارجة طريقية عملت منظومة منظومة متكاملة بقالنا سنين دلوقتي لقدت لموصلنا المنظومة اللي احنا شغالين بها دلوقتي ان احنا بينه وبين كل دولة بنجيب منها سواء اللحوم سواء دواجل سواء معلبات بيبقى بيننا شهادات صحية متبادلة حسب الموقف الوبائي بتاع كل دولة يعني احنا قبل ما نسمح بالاستراد بنشوف موقف وباقي بتاع الدولة دي ايه وبنتدي لحط شروطنا اللي هي شروط بتاع المنتج اللي جاي دوت مصواء سن او ايه الخلوه من ايه او ايه للتعامل بتاعه ازاي بنحط شروطنا في الاعلامة خام بطريق في موافق الاسترادية بتاعتنا قبل السماح من الاستراد بيبقى بينه وبين الدول دي تحسب موقف وباقي بتاع الشهادة الصحية معتمدة لازم يكون في شهادة صحية مبين وبين اي دولة في العالم غير الشيء الصحية ان احنا المجزر اللي انا بشتني تعاف حتى كنا نهمنا في اللحمة اللي تيجي شقين الشق الصحي ان تكون اللحمة سليمة دلوقتي احنا اغلب الامراض اللي بتعرض لها الانسان يعني اللي الموضوع الكورونا اللي هو استجد علينا دلوقتي كان اغلبها امراض وتتعلق كلها عن طريق تناول الحمق المنتجات يعني كلها امراض تتعلق بالكبت تتعلق بالسرطانات تتعلق بالامراض الضغط وهو دي كلها اصلها غزائية فاحنا حطينا مجموعة من الشروط ومجموعة من الاجراءات ان احنا نضمن السلامة الصحية لللحوم اللي ورده من عندنا يعني اوسط حاجة عندنا سواء الهرمونات او العقاقير لازم تكون نيل زيرو بدي تتعديد عندنا تتفعز في المعامل بتاعتنا المنتج دوت لازم يكون لازم شد الصحية الجاية من هناك الدولة نفسها تكون متعهدة ان المنتج دوت لا ما يتعامل بالهرمونات من قبل غلوة كده هؤمنت بسا دكتور ولا كمان المتبقيات المتبقيات عموما يعني وبيتتم فحصها عندنا في المعامل بتاعتنا غير موضوع دوت لازم يكون المغزر على المستوى عالي من الامان ومن الصحة بتروح لجنة من الهيئة العالم الخامطرية تعاين المجازر دي وتقرب صلاحيتها لتصدير مصر سوق كبير احنا بحط شروطنا وعلى كل دول العالم انها تنفذ هذه الشروط مصرية لضمان جودة المنتج الحاجة عندنا مصر لجنة بتطلع عليها الخامطرية بتروح تعاين مجموعة المجازر دي من ناحية الجودة ومن ناحية الصحة ومن ناحية النظافة ومن ناحية سلسلة الانتاج من بدايتها احنا مهمة جدا دكتور احمد نقطة الحلال ده الشتك التاني بقى ما طبعا اه ده يعني اساس ان انت بتروحوا تعاين المجازر والحاجات دي عشان خاطر رقم واحد الحلال اللي هي كانت وغدى قصيد جامد الفترة تبقى بول لحضرتك انه ايه يعني المنتج ناحية الصحية حتى لو حصل حصل اي حاجة بيعاد فحصه تاني في القادة المصرية هنا ما اعتمالش على الفحص الخارج يعني كله بيتاخد منه عينات وتم يفحصها في المعامل المصرية ونشدد يعني دوت يعني شيء مهم جدا جدا ان احنا ليه للنصة اللي بيفحصها ده ممكن هو يتناول هو او اخوه او ابن عمه او جاره او قريبه فتيجي برقم كود محدش بقدر يعرف ان المنتج دوت طبع انه شركة او جاي من انه دولة الا بكود معين بيتم فحصه في المعامل فما يخشش الا السليم الصحية الحاجة التانية قلت عليها اللي هي مهمة جدا جدا بقى اللي هو الشق مقدرش تعرفه الا شفته بعينك اللي هو شق الحلال والحمد لله دلوقتي على مستوى العالم ابتدت توحد مصادر اصدار شهادات حلال اللي هي المنتجات ذات الاصل الحيواني لغاية المصر اتعملت شهادات مصدر واحد للحلال اللي هي شهادار شهادات في امريكا واتعملت في امريكا اللاتينية واتعملت في الهند وان شاء الله على مستوى العالم كله اللي هو توحيد شهادات اصدار الحلال اللي قدم المصر دي عشان خاطر بتضمن بيها ان المنتج اللي جاء اللي يكون فعلا مستوفي النحية الشرعية زي مستوفي النحية الصحية فطبعا لقى انطمن الناس ان المنتجات اللي جاء لهم ذات الاصل حيوني كلها سليمة حاجتين صحيا وشرعيا وتأكيدا بيتم فحصها تاني في المؤمنة المصرية تاخد عينات للمعامل المركزية سواء بتاعة الصحة او بتاعة الطب البطري للفحص والتأكيد على ان فعلا اللحوم دي صالحة وانها سليمة وصالحة للسلاك الأدامي وطبقا للمصوات القياسية المصرية يعني احنا وصلنا لدرجة دلوقتي صحة في اللحوم المستوضة ان الناس والدواجن ان الناس بقت نظرة للحاجات والاحتياطات اللي سيادتكم بتاخدوها كهيئة عامة للخدمات البطارية او كوزاة ان في بعض الناس دلوقتي بقت تقول ان احنا اوقات بناكل لحوم جاية من بوا بتبقى اطعم من المحلي بناكل دواجن شايفين هنا هي صحية واخبارهاك فا احنا بنتمن لكن طبعا احنا عندنا شغل الانتاج المحلي ودعم الانتاج المحلي ده يمكن رقم واحد ويمكن شوفنا الفطر اللي فاتت دي ان احنا اهتمام وتوسعات هامة جدا بالانتاج السرعة الحيوانية المحلية وده طبعا بان حضرتكم ابتدتوا تعملوا مزارع جديدة يمكن اولها الجيش اه مشروع المليون راس والمشاريع المحلية فكنا عاوزين نقول لحرك برضو النقطة اللي احنا تمالي بنقولها هل حاليا في تعاود او في حاجة اه مع الاستراد مع الانتاج المحلي هل في وقت هيجي علينا او في وقت حالي ان ده هيقصر على ده هاوزين حاليا بتقول لها بس مجددا نشوف حاليا تقول لها طبعا شهدنا اعتز بيها ان الحاجات المستوردة من برا تد تلاقي قبول عند الناس وتلاقي قبول عند الناس بس طبعا دوت ما يقلش من انتاج المحلي بتاعنا انتاج المحلي بتاعنا على مستوى عالي جدا من الجودة لكن اللي بيفرق بقى يعني السلوك عندنا سلوك تداول يعني لو الناس التزمت فعلا بتداول السليم للصلع سواء كانت مستوردة او معلية هتوصل للمستهلك وهي فعلا تكون سليمة وتكون زاد جودة عالية سواء من ناحية القيمة الغذائية بتاعتها او من ناحية الصحية حضرتك طبعا ما فيش تعارض ما بين العالم كله ما فيش دولة عايشة على الاستراد بس او دولة عايشة انتاج المحلي بس العالم كله بيستورد وبيصدر وده يعني الايمين بي احنا عندنا دلوقتي فتحنا اسواق تصدرية سواء كانت منتجات الزراعية طبعا الحجر الزراع اي موجود كبير اوي والحجر البطري عندنا فتحنا اسواق مش عايز واحد داك احنا فيه منتجات بنصدرها الناس يعني ممكن ما متعرفش ان احنا بنصدرها او ما تصدرش نحن بنصدرها يعني بنصدر مثلا حاجات بسيطة او زي مثلا اللي هي حاجات خاصة بالكرشة حاجات خاصة بالمصارين ومصارين دي مش عايز اقولك دي معتمدة للتصدير في اليابان يعني يجوم خبرى يابانيين يجوم عينه منشآت تصديرية بتاعتنا واعتمدوها عندنا منشآت لتصدير الاسماك معتمدة على مستوى الاتحاد اوروبي يعني جاي اتحاد اوروبي يجيه وعاين ووثق فيه الهيئة العمقان بطارية ان احنا بدي الشهادة الصراحية المنشآة معاينة لتصدير اتحاد اوروبي دي مستوفية للسلوط وعندنا الاكتر اكتر من 26 منشآة حاليا دلوقتي بنقوم بتصدير الاسماك فيها لاتحاد اوروبي فيه عندنا منتج تاني مثلا ناس استغرب يعني بس بنصدره بكميات كبيرة ممكن فاق السنة اللي فاتت اكتر من 1100 طن يعني اللي هي ارجل الدواجن واخد بقى دي بتتعمل وعندنا بتتعمل على المستوى عالي جدا وتصدر الخارج فيه عندنا منشآت كتيرة طلعت لوقتي التصدير زي الاستخوذة مع العزبة ان كان عندنا ده منتج برضو ناس ما تعرفوش بتصد برضو الاف الاطنان منه يعني بقول لحده دك غير بقى اللي هي تصدير المنتجات اللي صدرنا السنة اللي فاتت مش عايزوا حياتك عن الناس برضو نصدرنا حيوانات حية يعني صدرنا ابقار لعندنا مثلا اخوانا في غزة يعني ستصدر طاعة ابقار من مصر وهناك دي ابقار حية طلعت واخد بقى حياتك على المستوى عالي جدا بنصدر الخيل يعني انت عارض ملاف تصدير الخيل والخيل العربي السلالة المصرية يعني السلالة المصرية يمكن هي السلال الخيل العربي السلالة المصرية يمكن هي الجهة الوحيدة النسب بتاعها مضمون على المستوى العالم يعني عندنا محطة الزهراء محطة الخيل عندنا والنسب بتاع الخيل من الحاجات العالمية اللي هي مش عايز اقول حياتك يعني الواحد بيفتخت لما يروح دولة ويقول لك دولة خيل العربي السلالة المصرية مصريدي من أعظم مصريات موجودة عن مصري العالم كله دلوقتي بقالنا سنة التالتة دلوقتي الحمد لله تصدير الاتحاد أوروبي والأغلب الدول العربية عندنا فتحنا أسواق التصديرية وفي تصدير للخيل على مستوى عالي جدا والحمد لله مفيش حاجة بتطرفده كله مستوى في الشروط فمفيش دولة عايشة على الاسترادة مفيش دولة عايشة على التصدير كله شغاء بإما بيستورد ويصدر في نفس الوقت وحضر كده خدتنا نقطة التصدير ودي نقطة مهمة جدا بس كان فيها شوية شكاة وحوالي تصدير حاجة معينة فعاوز أفتحها بس قبل أفتحها عاوز أقارن بينها يعني هو الملف ملف الكلاب وخبال حضركم عايف أنه ملف كبير جدا بس أنا كنت عاوز أقول على حاجة خاصة بالكورونا والسعار السعار ده طبعا من ضمن الأمراض الفيوسية شديدة الخطوة جدا يمكن أشد خطوة أضعاف الأضعاف من الكورونا وبيستيبوا بوفيات عالية جدا وهو برض مرض فيروسي وخبال حضركم بس عيبه أنه هو يمكن الأمل فينا أنه هو كورونا ليه طوق وقاية وليه إن شاء الله علاجات وليه مصلة يتعامل لكن السعار ملهوش علاج وملهوش أي مبادئ يعني اللي بيجيله لقد والله مرض السعار بس هي رحمة ربنا أنه هو بتنقل عن حاجة واحدة بس ده هي عادة الكلب فدي حاجة تدينا أمل وفي نفس الوقت أنه ملهوش علاج لكن بالنسبة لكورونا إن شاء الله هيتعمل له مصل وهيبقى ليه وقاية وليه علاج نقطة ملف الكلاب إنه هو كان فيه تصدير للكلاب بالذات اللي أنا أمش بقوله طبعا عن كلاب البلدي لأ كلاب السلالات كان فيه بعض الناس عاملة مزارع هنا في مصر مزارع سلالات والمزارع السلالات دي كانت بيتصدر الكلاب السلالات حاليا سمعت فجأة أن السلالات وقف تصديرها وبقى حاليا التصدير على ما أسمع هو في صحبة ركب بس فدي طبعا قدت نقطة يعني أحب أوجه النظر حضاك إليها اللي هي إحنا بنعاني حاليا في مصر ومينتزايد أعداد الكلاب سواء كان كلاب منزلية كلاب أليفة كلاب شارع وخبرهاك فالقرار ده أنا حاسن هو الناس طبعا اللي هما عندهم مزارع حاليا وقفوا بس هما بينتجوا فالإنتاج بتاعهم ده بتاع مزارع كلاب السلالات أدى طبعا أن هما بقوا انتجوا انتاج كبير الانتاج الكبير ده أما بيصدروا شبابا هما يقرب طبعا بيصدروا البلاد زي الإمارات زي بلاد عربية زي بلاد فوقف فبالتالي أعداد الكلاب عندهم كترة فطبعا اتجوا أن هما يسوقوها للسوق المحلي فابتدى دلوقتي ألاحظ أن أسعار الكلاب اللي هي السوالات نزلت أسعارها تحت وابتدى أن كل واحد بقى يمتلك كلب وكلبين وثلاثة فالنقطة دي يعني ورد حضراتك تدينا فيها إفادة كاملة وهل ممكن تفتحه تاني موضوع تصدير الكلاب السوالات شوف حضراتك وموضوع تصدير الكلاب كان موضوع شائك وحصل فيه جازة كيبر قوي من أكتر من عام لأن يعني اعتقدت الناس أن احنا بصدر الكلاب لبعض الدول اللي بتخلها كغزاء وكلام ده ما حصلش أصلا احنا قلنا تصدير الكلاب دوت مش تصدير تسفير كلاب مع أصحابها أو مع مقتنيها يعني بالضبط جدا ديت الحاجة اللي احنا بنسمح بيها وقبل ما بنسمح بتصدير الكلاب فيه إجراءات صحية معينة بناخدها قبل ما نبتدي نطلق أول حاجة لازم حالك بنتقول آه نزل حالك قلت على مرض الصعار يكون متحصن مرض الصعار ويكون بعد كده بنعمله اختبار مع مرض الصحيحة الحيوان إن المستوى المناعي للأجسام المناعية للصعار في جسم الكلب وصلت إلى حد معين إنها تحميم الإصابة بالصعار عشان ما بعتش طبعا كلب للخارج يكون فيه إصابة بالصعار ودي طبعا كلها بتأثر على مصر وصمعة مصر يعني لك حاجة زي ما بتقول له موضوع تصدير الكلاب مفيش عندنا تصدير الكلاب إحنا معنى مفهوم يعني حتى لو بالنسبة للكلاب اللي هي بتاعت الحراسة أو السلالات معينة دي ما بتطلعش يعني مش عدد كبيرة هو كان اللي حاصل إيه إن الشركة بتيجي مثلا نطلع مفقاة تصديرية بعدد معين عشو كلاب سلالات حالات كده يعني تتخصم منها دا الكلبين دا ثلاثة واحد سافر ومفيش مكان في الطيارة واخد كلب بتاعه يسيبها له عشان دي هي تقوم بتسفرها له بعدد كده عن طريق الشحن الجوي وكده واخد بها حاجة دي وتقول المتابعة عددنا فرصة يعني فيش عندنا تصدير كلاب بمعنى تصدير كلاب يعني معنى المفهوم العامي يعني لا دي كلها كلاب بتبقى بإما صحابها أو مقتنيها أو حد شريها وحد صفرها له الخارج بس دا مفهوم تصدير الكلاب عندنا أو مفهوم تسفير الكلاب بصحبة الراكب أو بغرض التجارة يعني لو حد مثلا اشترى كلب أو كلبين أو حب ياخدهم معا نبعتهم لأ كان فيها دكتور الأول يعني مثلا لو واحد عنده مزرع كان في ناس عنده عشر كلاب وعاوز يصفرهم عاوز يصفرهم على أسل عشر كلاب دي هو سلالات ومطلوبة منه مثلا في دولة زي الإمارات زي قطر فكان يتصدروا عادي دلوقتي في صدر كلاب أو حاجة أنه وقف بصراح ذاك برضو ايه احنا يعني في بعض الأشخاص أو بعض الجمعيات استغلت واخد بها لحضرتك الموضوع دوات في الإساءة لصمعة مصر يعني مصورين أنه بياخد الكلب بتاعنا للخارج يعني دا بينقذوا من المعاملة بتاعة مصر أو بالإساءة المعاملة وده شيء غير حقيقي يعني الحمد لله ابتدى الشعب المصر الوقتي بيعرف يعني ايه تعامل مع الكلب عندنا حالوقتي ولادنا وبرامج التلفزيونية بتوجه الناس أو توجه ولادنا ازاي تعاملوا مع الكلب في الشارع يعني فالمفهوم دوت كانوا استغل خطأ يعني فعشان كده احنا حدينا من الموضوع اللي هو يعني اللي كان بيتقال إنقاذ الكلب من الموضوع طبعا الكلاب هناك تعاملات كويسة جدا وفي جماعيات رفك الحيوان وفي رعاية حيوان والهيئة وحضرتك مهتمين بنقطة التحصينات وحاليا يمكن من ضمن الحاجات فتحت مراكز جديد كتير جدا مراكز الحيوانات الأليفة الجيزة والكاهرة والمبابة وستة اكتوبة وبقت مراكز منتشرة لتحصين الكلاب وده نقطة يعني كويسة جدا احب بس اقول يعني في نهاية الوقت البرنامج نحن طبعا بنشكر دكتور أحمد عبد الكريم وقئيس المحاجر البيطارية وفي نفس الوقت تعاوزين بودوا نقول يعني حضرتك تفق معايا ان احنا نقول الاحتياطات الأساسية اللي هي يتبعوها بالنسبة للكورونا بالنسبة للإنسان العادي يعني يمكن من خلال كلام حضرتك انه هو لازما نتجنب الزحام لازما ما ننزلش يلزل بيتك ولازما ان احنا ما ننزلش قلت ضغار كسوة بس لو إنسان نزل طبعا ما يبقاش كبير في السن يعني فوق السبعين ده ممنوع ينزل الأطفال طبعا ما ممنوع ينزل لأن الأطفال لما بينزل ممكن يحط إيده على أي سطحة أو أي حاجة فبيعوض العدوى الحوامل والموضعات دول ممنوع لأن المناعة بتاعتهم بتوقع ليلة فممنوع الحوامل والموضعات أن هما ينزلوا الاهتمام بالأمن الحياة وقم واحد زي ما حضرتك كلمني المطهرات يطهر نفسه يستخدام الكحول في نفس الوقت التغذية والتغذية دي يمكن عليها عامل مهم جدا لوفع المناعة زي ما حضرتك اتكلمت أن احنا نحاول نهتم بالبوتين نحاول نهتم بالفاكهة بالخضوات كل حاجات دي بتأدي لوفع المناعة طبعا أي استخدام زي ما حضرتك قلت برضو أن احنا نغسل إيدينا من وقت للتاني غسيل الإيد بالصابون العادي خالص لأن الفيروس بيتقصه بأكل حاجة حضرتك برضو الفكر اللي حضرتك قلتك وإيه سجد اللي هي نخلي جنب الباب البيت كده جنب باب الشقة مثلا الكسشواء اللي هو بيعمل سخونة نحاول نحن ننضب بيه بجانب برضو الكحول لو داخل ولا حاجة شوز لازما يترش على الكحول الإجراءات دي كلها يعني بتدينا نسبة كويسة وبندي أمل برضو أن احنا الحمد لله مصر آمنة مصر بلد حميها ربنا طبعا أن احنا بنعمل اللي علينا وبنتمن أن حمنا أحسن من أحوال ناس كتير جدا البلد وغضى الاحتياطات الكاملة الناس متعاونة جدا طبعا يعني أهم حاجة أن احنا في بروناجيا بنوصل رسالة رسالة أن الطب البطري عنصه مهم عنصه هام في خدمة المجتمع في وقاية ضد الأمراض المشتركة طبعا بنشكر دكتور أحمد كان دكتور أحمد عالم من أعلام الطب البطري في مصر سواء نحية تنفيذية أنه هو رئيس الإدارة المركزية لحجر البطري في مصر سواء نقابيا فهو نقيب الأطباء البيطاريين في أسوان بنشكر حضرتك إن شرفتنا النهاردة وإن شاء الله بابا بنستكمل موضوعنا كيفية حماية الوطن وحماية المصريين من الأمراض المشتركة الخاصة بالحيوان في برنامج الإنسان والحيوان شكرا لحضرتك فاني شكرا لكم stay at home stay at home شكرا دكتور بنشكر حضرتك التاني وإن شاء الله بنقول دعوة لكل الناس stay at home ما تنزلشي ألا لتدورك كسوى لو نزلت الاحتراطات لازم أن تاخدها كاملة زي ما قال دكتور أحمد إبعد خلص عن الزحام لو رايح فرنة ولقيتها زحمة مش لازم أن شوف حاجة تانية ريئة لو رايح بريد ولقيته زحمة إبعد لغاية ما يجي دورك حاول أن أنت تحافظ على نفسك حاول أنت تتعامل مع نفسك أن أنت ممكن تلقط العدوى أن أنت تتعامل مع نفسك أن أنت مصاب وتعد الآخرين دي أهم رسالة بنوجهها لكم وإن شاء الله ربنا يحمي مصر وشعبها من ضد أي أموات شكرا